ترجمة نانسي قنقر 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 والأسئلة اللي أنا بختارها من ضمن الأسئلة اللي بتتبقيت لنا على الموقع التعليمي الفني تمام كده طيب تركز معي في السؤال المراجعة وبعد كان نبدأ ندخل على الموزنة التقطيطية النقديدة حلقة النهار السؤال الأول هو بيقول لك أكمل قيمة المشتريات بتساوي احنا خدنا قيمة المشتريات في الجزء العملي كانت الموزنة التقطيطية للمشتريات قيمة المشتريات طب هي ينفع تجيلي في جزء نظري اه طبعا ينفع تجيلي في جزء نظري لأن احنا عندنا مجموعة من القوانين سواء جات لي في شكلها العملي جات لي في شكلها النظري احنا كده كده بناخدها في جميع الأشكال طب يبقى قيمة المشتريات معايا بتساوي كمية المشتريات بنضربها في سعر الشراء بتوصلني لقيمة المشتريات السؤال التاني بيقول لي ايه هو اجمال الاحتياجات لو انت فاكر اجمال الاحتياجات احنا كنا بنطلع من الموزنة التقطيطية للمشتريات اجمال الاحتياجات كنا بنوصل لها عن طريق حاصل جمع حكتي كمية المبيعات زائد المغزون اخر المدة طيب في طالب يسألني انا الجزء ايدي احنا خدناها في العملي احنا دي وقت يجايبها في النظري هو ينفع الأسئلة العملي نبدأ نحل منها أسئلة نظري اه طبعا وهي دي فكرة الاسئلة الجديدة المتطورة اللي بدأ اتباعها في التعليم الفني لان احنا بنخاطب عقل مش بنخاطب حفظ يبقى انا دي وقت انا الطالب عندي بيبدأ يشتغل على ملكية العقل بتاعته ان هو يبدأ يستخدم الفهم مش الحفظ تمام كده طيب يبقى انا بقى اقول الاسئلة العملي بتاعتك نبدأ نصغف اسئلة نظري بناءا على فهمك للمادة مش حفظك ليع نيجي السؤال التاني المراجعة والسؤال التاني مراجعة معايا في شكل السؤال عملي تقوم شركة المهندس بإعداد موازنة تخططية للمصرفات البائعية والإدارية يبقى انا هنا هتكلم عن الموازنة تخططية للمصرفات البائعية والإدارية وفي السؤال اللي قابليه كنا بنتكلم عن الموازنة تخططية للمشتريات وطلعنا منها سؤالين نظري طيب هتورع وقلم زي انت متعود معايا وابدأ اكتب الاسئلة اللي انا هدهالك وابدأ جاوب معايا وشوف اجابتك هتطلع صح او ايه جزئيات اللي انت ممكن تتناسع وزي ما بفكر دايما في كل حلقة انت المنهج عندك ممتد فما ينفعش ابدا تهمل جزء المراجعة بتاعه خصص ان شاء الله حتى ساعة من وقتك تبدأ تراجع في الاجزاء القديمة عشان تبقى دايما تحط ايدك في المادة تمام كده طيب نبدأ نشوف الجزء العملي وبولا او قلم وابدأ اكتبها معايا بيقولي هنا مرتبات رجال البيع قيمتها عشرين الف جنيه عن كل ثلاث شهور اتنين عمولات رجال البيع بتعايد العشرة في المية من مبيعات السلع عن عام الفين اتنين وعشرين وقيمتها مليون جنيه تقدر مصاريف الشحن والنقل الشهرية الف جنيه يبلغ قصة التأمين الشامل على الشركة تلاتين الف جنيه الايجار الشهري للشركة خمسمائة جنيه وتقدر مبيعات موظف الادارة العامة خمس او عشرين في المية من قيمة المصرفات البيعية والادارية العام الفين اتنين وعشرين وقيمتها ستمائة الف جنيه رقم سبعة تقدر المصرفات العمومية لكل ربع سنة الف جنيه الفين جنيه تلات تلاف جنيه اربع تلاف جنيه احنا اتفقنا ما انا الفتت في تسر التمرين ده هو جزئية اول حاجة اننا بصنف المصرفات البيعية الوحدها وصنف المصرفات الادارية الوحدها وبعد ما ابدأ اصنفهم اجمع الاثنين عشان يديني اجمال المصرفات الخاصة بالسنة اللي هي مصرفات متوقعة احنا زي ما اتفقنا المحاسبة الادارية كل ارقامها بالنسبة لي ارقام تنبؤية معتمدة على ارقام العامات الاعوام السابقة معتمدة على المؤشرات السوق معتمدة على اراء جال البيع او الخبرة بتاوتي مدير الادارات كلهم في المجال بتاوه بنحط رؤية شاملة للشركة بتاعتي طيب تعالي نشوف هنبدأ نقسم ونصنف ازاي التمرين عندي لمصرفات بيعية ومصرفات ادارية طيب لو انت قاعد اول حاجة مرتبات رجال البيع بيعية عمولة رجال البيع بيعية مصاليف الشحن والنق بيعية است التأمين لا ده مصرفات ادارية اش معنى مصرفات ادارية لانها هنا بتخص الشركة ككل ما بتخصش وظيفة الاجار الشهري بيخص الشركة ككل بقى دي مصرفات ادارية مرتبات موظف الادارة العامة بتخص الشركة ككل لا تخص وظيفة بعينها سابع حاجة مصرفات عمومية برضو من ضمن المصرفات البيعية سوري من ضمن المصرفات الادارية وده لان احنا قلنا ان هي لا تخص وظيفة بعينها طيب بعد ما بدأت تصنف الارقام عندك او الموازنات بعد ما تصنفت المصرفات عندك المصرفات بيعية وإدارية ابدأ احسب المصرفات يعني أول حاجة مرتبات رجال البيع كانت الربع سنوية 20 ألف جنيه أنا جبتها منين أنا أعطيك المعلومة جهزة إزاي أعطيها لي الجهزة أنا قلت لك 20 ألف جنيه كل 3 شهور ما احنا اتفقنا من المرة اللي فاتت أن كل ربع بقصود بيه 3 شهور فأنت كل ربع بالنسبة لك جواه 3 شهور فلانا ما اديك كل ربع أو كل 3 شهور يبقى أنا اديتك المعلومة كاملة وجهزة نيجي بعد كده عمولات رجال البيع عمولة رجال البيع بتعادل 10% من مبيعات السلة عن عام 2022 وقيمتها مليون جنيه هو هنا مش أعطيك العمولة جهزة طيب هو قال لك 10% من مبيعات وعطيني رقم المبيعات مليون جنيه رقم المبيعات ده رقم سنوي يبقى احنا هنعمل خطوتين الخطوة الاولى ان انا هطلع العمولة نفسها بعد كده هنبدأ نقسم العمولة على 4 لان هي رقم سنوي يبقى عمولة الجال البيع 100 مليون في 10 عالمية هتديك 400 ألف على 4 ل 4 لان انا عندي 4 تربيع في السنة يبقى بتساوي 25 ألف جنيه نيجي بعد كده مصاريف الشحن والنقل مصاريف الشحن والنقل انا عطيها لك شهرية وحنا اتفقنا مدام شهرية انا عندي في كل ربية 3 شهور يبقى انا همسك الالف اضربها فيه 3 يبقى مصاريف الشحن والنقل 1000 فيه 3 بتلات تلاف نيجي بعد كده التأمين الشامل التأمين الشامل انا ما ذكرتش في التنبرين ان هل هو شهري ولا سنوي ولا كل 3 شهور مدام ما ذكرتش انت بتعتبره سنوي لان انا البديه ان انا بديك الارقام سنوية يبقى قصة التأمين الشامل على الشركة بتلاتين ألف جنيه هنبدأ نقسمه على 4 تطلع معايا 7500 كل ربع نيجي بعد كده الايجار الايجار انا عشاهولك بشكل شهري واحنا اتفقنا ان الشهر بنضرب فيه 3 لان كل ربع متقسم فيه 3 شهور يبقى الايجار بالنسبة لل500 هنضربها في 3 تطلع معايا 1500 نيجي بعد كده مرتبات موظف الادارة نفس فكرة المبيعات انا عشاك نسبة قوية 25% من قيمة المصروفات الباية والادارين وقيمة المصروفات الباية والادارية في السنة بتاع 2022 كانت 600 ألف جنيه يبقى انا هطلع المعلومة بتاعتش على خطوتين الخطوة الاولى ان انا همسك ال600 ألف هنضربها في 25% وبعد كده نقسمها على 4 عشان اخدها بشكل ربع سنوي يبقى 600 ألف في 25 على 100 نقسمها على 4 تطلع 37500 المصروفات العمومية والادارية انا عشاها لك جهزة لكل ربع في كل ربع فيه الف الفين تلية اربع نبدأ نعمل الموازنة بتاعتي الموازنة بتاعتي عبارة عن اسمناها نصين النص او الجزء اللي فوق كان المصروفات البايعية ورصينا في المصروفات البايعية وقلنا مرتبات رجال البيع عمورة رجال البيع ومصروفات النقل والشحن جادي كده جينا للمصروفات الادارية وقلنا است التأمين ايجار مرتبات موظف الادارة ومصروفات العمومية طيب وده انا نحط الارقام بتاعتي اللي انا توصلت لها من خطوة التسويات اللي انت عملتها خطوة التسويات مهمة في التمرين طبعا خطوة التسويات مهمة خطوة التسويات بتبقى مهمة لانك انت بتطلع فيها نتائج بتاعتك وبتحسبها كويس وبشكل عملي يعني حط التسويات قدامك على اساس ان انت ارقامك ماتتوخش بالنسبة لك يبقى انا دايما في خطوة تمهيد الحل خطوة اساسية معايا اللي هي انا ببدأ اشتغل فيها التمرين بتاعي طيب نبدأ بعد كده نحط من تمهيد الحل اللي احنا وصلنا له ارقامنا يعني مرتبات رجال البيع احنا كنا مطلعينها في كل ربع ب20 ألف جنيه هذه العشرين ألف جنيه عند كل ربع يديني الإجمالي بتاع السنة من مرتبات رجال البيع 80 ألف جنيه نيجي بعد كده عمولة رجال البيع احنا كنا مطلعينها في تمهيد الحل بتاعنا ب25 ألف جنيه لكل ربع اجي عمولة رجال البيع 25 ألف لكل ربع يبقى مجموعهم هنا 100 ألف جنيه نيجي بعد كده المصرفات النقل والشحن احنا كنا مطلعينها 3000 جنيه لكل ربع يبقى حطينا في كل ربع 3000 جنيه تطلع لي نتيجة اللي سنة من مصرفات الشحن والنقل 12 ألف جنيه بعد كده الخطوة اللي بعدية كنا بنجمع المصرفات البائية كلها في اجمالي يعني انا اجمالي الربع الاول من المصرفات البائية المتمثلة في التلات مصرفات اللي هي مرتبات وعمولة ومصرفات نعم بتمثلي بالنسبة لي الاجمالي بتاعها 48 ألف الربع التاني بيمثل نفس القيمة 48 ألف الربع التالي 48 ألف الربع الرابع 48 ألف مجموع اجمالي المصرفات البائية عن السنة بيكون 192 ألف جنيه نيجي بعد كده الخطوة اللي بعدها ان احنا بنبدأ نصنف في المصرفات الإدارية المصرفات الإدارية احنا اتفقنا ان هي أربع مصرفات معاين في التمرين اسل التأمين الإيجار مرتبات الموظفين مصرفات الايه العمومية طيب نيجي لسل التأمين احنا واحنا بنعمل تمهيد الحل بتاعي كنا مطلعين 7500 يبقى كل ربع هيدناول 7500 يبقى مجموع مصرف قصة التأمين 30 ألف في السنة مقسم إلى أربع تربع يبقى كل ربع يخصه 7500 نبدأ بعد كده الإيجار الإيجار معايا كنا مطلعين 1500 كل ربع نصيبه من الإيجار 1500 يبقى الإيجار في نهاية السنة ب 6000 مرتبات الموظفين كانت معايا ب 7500 يبقى كل ربع هينصيبه من المرتبات الموظفين 37500 مجموحة خلال السنة 150 ألف جنيه المصرفات العمومية والإدارية هو الدهالي جهزة كل ربع بيخصه مبلغ معين وفقا للمصرفات اللي بتصرف فيه 1000 2000 3 4 مجموعهم كلهم 10,000 جنيه بعد كده جمعنا المصرفات الإدارية مجموع المصرفات الإدارية اللي بيخصه الربع الأول 47500 مجموع ما يخص الربع الثاني 48500 مجموع ما يخص الربع الثالث 49500 مجموع ما يخص الجزء الرابع هو 50500 يبقى مجموع الأربع أجزاء 196,000 دي كانت المصرفات البايعية والإدارية عن السنة طب لو أنا عايز أعرف إجمالي المصرفات البايعية والإدارية عن كل ربع عن كل ربع هنا جمعنا 48,000 مع 47,500 يبقى مجموع المصرفات البايعية والإدارية عن الربع الأول هو 95,500 إجماليها عن الربع الثاني 96,500 إجماليها عن الربع الثالث 97,500 48,000 زائد 50,500 98,500 الإجمالي العام لكل المصرفات الإدارية والبايعية خلال هذه السنة هي 388,000 إحنا كده راجعنا الجزء اللي فات أنا عايز أكت تبدأ تاخد هيجي الخطوة الأساسية اللي أنت تبدأ تعملها أن أنت بتخصص ساعة معينة عندك أو بداية قبل ما تحل أي تمريد تبدأ تخصص جزء لمراجعة التمريد السابقة وتبدأ تحلها بنفس الطريقة اللي احنا بنعمل بها طيب هنبدأ النهاردة بقى إن شاء الله نغوص تاني في بحور المحاسبة الإدارية حتفعنا إن المحاسبة الإدارية ده علم علم عميق جدا يعتبر زي البحار كده إحنا بنغوص في أعماق هذا البحر طيب من باقي الموازنات التخططية بتاعتي هي الموازنة التخططية النقدية ودي تقريبا بتكون آخر موازنة معانا من ضمن الموازنات اللي بيعملها المحاسب الإداري إيه المقصود بقى بالموازنة التخططية النقدية وإيه هي الجوانب بتاعتها اللي بنشتغل عليها مع بعض الموازنة التخططية النقدية هي بتستخدم في تحديد مركز السيولة النقدية للمنشأة يبقى أنا عايز أحدد السيولة الفلوس السيلة في المنشأة حيث إنها وسيلة لبيان المتحصلات اللي هي المقبضات النقدية بتاعتك المتوقع والمدفوعات النقدية وبتحدد لي الفاض أو العجز النقدي وإزاي أستثمر الفاض النقدي أو سد العجز النقدي هنقف دقيقة هنا عند الموازنة التخططية النقدية بيهمني في إيه الموازنة التخططية النقدية الموازنة التخططية بتحدد للمقبضات يعني مجموعة المتحصلات خلال العام اللي أنا بحصل عليها المدفوعات النقدية اللي هي مصاريفي كلها اللي أنا بدفعها طيب بنعمل إيه أنا بعمل المقبضات بنبدأ نطرح منها المدفوعات بيحصل حاجة من اتنين بلاقيهم لإما أنا عندي فائد أقدر أستثمره بعد المقبضات والمدفوعات بتاعتي يعني أنا دخلي أعلى من مصرفاتي ومدفعاتي يبقى أنا في جزء فائد نبدأ الشركة تدور على أوجه استثمار لي لإما بينتك أن مقبضاتي بتكون أقل من مدفوعاتي فابدأ سعيدها أنا عندي مشكلة عندي عجز فنبدأ نشوف الشركة تبدأ تدور على الموارد اللي بتقدر تغطي بها هذا العجز حال بقى سواء إن هي تبدأ تستلف من البنوك أو تمول العجز ده عن طريق قرد من المواردين أو إن هي تاخد مثلا سلع بالأجل الأزياد يبقى هنا بتبدأ المنشأة تبدأ تفكر هل لو أنا عندي فاضة هبدأ أستثمره في إيه طب لو أنا عندي عجز هبدأ أدبر الموارد اللي تغطي هذا العجز من إيه تمام كده؟ طيب ده بيوصلني لحاجة بقى إن هنا الموازنة التغطيطية النقدية هي بتنصب على الجانب نقدي فقط يعني أنا مليش أي علاقة بأي معلومة غير نقدية يعني مثلا في معلومة على الأجل طب حين قال إنت دفعتها قال لي لأ ما دفعتها لا يبقى المعلومة دي ما تخصنيش إيه اللي يخصك أنا يخصني المعلومة النقدية اللي هي أنا قريدي حصلت خط أو فعلا دفعت يبقى أنا هنا بالنسبة لي المعلومة النقدية بتاعتي أنا بركز على الشق النقدية في هذه الموازنة يبقى الموازنة دي كل المعلومات اللي فيها هي معلومات جوانب نقدية فقط تمام كده؟ طيب يبقى أنا هنا عندي هذه الموازنة بتنصب على الجانب النقدية لمعرفة المقبضات من البيع النقدية ومتحصلات من البيع الآجل الموازنة النقدية التخطيطية بتشمل 3 أقصام رئيسية القسم الأول هو قسم المقبضات النقدية التقديرية القسم الثاني هو المدفوعات النقدية التقديرية القسم الثالث هو اللي بنوصل فيه للفائد أو العكس طيب إحنا هنتناول بشيء من التفصيل أول قسم معنا اللي هو القسم المقبضات قسم المقبضات بتاعي يعني إيه مقبضاته؟ وإيه هي عناصر هذه المقبضات وإزاي أعرف إنه جي تدخل من ضمن المقبضات المقبضات المقصود بها أي متحصلات أي فلوس داخلها لك أي إرادة داخل الشرك يبقى المقبضات بالنسبة لي كأنك هنا بتقول داخل الشركة إرادة الشركة متحصلات الشركة يبقى طيب تعالى نشوف إيه هي العناصب تتمثل في شكل المقبضات المقبضات تتمثل في إرادة المبيعات سواء النقدية أو متحصلات من العملاء متحصلات أوراق الأرض مدام أنا أبط دي متحصلات بالنسبة لي أي متحصلات أخرى زي إرادة أوراق مالية إرادة العقار المتحصلات من بيع الأصول السبتة فوائد البنك الدائنة بمعنى أدق هي كل الفلوس اللي دخل المنشع مدام أنا أبط فعشان كده نسمينها مقبوضات والمقبوضات كلها يتمثل في الإرادات والمتحصلات بمختلف أشكل طيب تعالي ناخد مثال عشان تقدر تفهمني أكتر بالأمثلة العملية بتاعتك هنا المثال الأول زي ما متعودنا ورق أو قلم ويبدأ أكتب ورايا المثال ويبدأ أشوف خطوات الحل ويبدأ تابع معي المثال رقم واحد معنا هنا النهاردة في الحلقة هي بلغت مبيعات شركة التوحيد خلال الشهور الأتية ديسمبل 200 ألف جنيه يناير 240 ألف جنيه فبراير 260 ألف جنيه مارس 300 ألف جنيه كان السياسة الشركة تتمثل في تحصيل 80% من قيمة المبيعات المقدرة نقضا في نفس شهر البيع والباقي على الحساب يستحق السادات في الشهر التالي المطلوب منك أنا عايزة أحدد المقبضات التقديرية خلال الثلاثة شهور طيب يعني إيه التمرين؟ التمرين جايب لمبيعات إيش معنا التمرين جايب لمبيعات؟ أنا هنا التمرين ده خاص فقط بالمتحصلات أو المقبضات وأنا مدام بعت يبقى بالطبيعي هقبض يبقى هنا قلمة المبيعات بالنسبة لك هي مقبضات طيب سياسة أي شركة؟ إن هي الشركة عندها حكتين إن هي بتبيع المبيعات بتاعتها في جزء منها نقدي وفي جزء منها آجل يبقى أنت كل شهر من الشهور بتحصل حكتين بحصل الجزء النادي اللي بيكون من نفس الشهر البيع وبحصل الجزء اللي هو الشهر التالي يعني مثلا إحنا بدقيني السنة مثلا بيناير في يناير ده أنا أحصل جزئين من المقبضات بتاعتي هحصل جزء المقبضات بتاع المبيعات النقدية اللي هي مدفوعة في شهر يناير وهحصل جزء المبيعات الأجلة اللي كانت تخص شهر ديسمبي نيجي لشهر فبراير هحصل حكتين هحصل الجزء النقدي المتمثل في ما يخص شهر فبراير والآجل اللي كان بيخص شهر يناير يبقى هنا أنت بالنسبة لك الشق دايما كل المتحصلات بتاعتك طبع سياسة الشركات ما فيش شركة بتبيع بشكل نقدي على طول فيش شركات بتدي تسهيلات للعملاء بتاعتها يبقى أنت كل شهر بتحصل جزء نقدي اللي هيخص ما يخص هذا الشهر عشان تلا بيقولك من نفس الشهر وبيخص كمان أن أنا بحصل جزء آجل بس ده ما بيخصش الشهر بتاعي ده بيخص الشهر اللي قبل الشهر بتاعي طيب أنا هنا حددت معاك أن أنا عايزة 3 شهور وأنا أعطيك أربع شهور يعني تعالوا نبص على المسال أنا هنا حددت أن أنا عايزة يناير عايزة فبراير عايزة مارس برغم أن أنا أديتك ديسمبر طب ليه ما خدناش ديسمبر ديسمبر يخص العام الماضي طب وأنا جايب ليه في التمرين عشان الجزء الآجل اللي هيتحصل فيه يناير طيب زي ما اتفقنا إحنا دايما عندنا خطوة تمهيد الحل بتسهل معايا الحل بتاعي وفقا لمعطيات التمرين أنا كنت بقولك أن أنا بحصل 80% نقضة في نفس الشهر والباقي الباقي اللي هو كام اللي هو المتمم لمية يبقى أنا عندي نقضي 80-20 آجل نبدأ هنقض كل الشهور بتاعتي بترتيبها ديسمبر كان المبيعاتي فيه 200 ألف جنيه يناير كانت المبيعاتي فيه 240 ألف جنيه فبراير 260 ألف مارس 300 ألف هنبدأ نضربهم كلهم في 80% وهو ده الجزء النائدي اللي أنا حصل يعني بالنسبة لديسمبر أنا بعت 200 ألف جنيه هقبض منه العميل بتاعي 80% يعني هقبض منه 160 ألف جنيه طيب والجزء اللي يفاضل اللي هو يخصني لـ-40 ألف الجزء ده هيبدأ يتحصل في الشهر التالي اللي هو شهر يناير نيجي لشهر يناير اللي هو المتين واربعين ألف هنضربها في 80 على المية يبقى 192 ألف طيب أنا بعتمتين واربعين لكن أنا أخذته في شهر البيع اللي هو يناير كان مية såنين ونتسعين طيب ليس أفاضلي تمانية واربعين ألف التمانية واربعين ألف دول اللي هما يخصوا يناير انت مش هتحصلهم في يناير انت هتحصلهم في الشهر الذي يليه ليه؟ لأنه آجل مارس انا بقيت ب300 ألف جنيه حصلت من العملاء بتاعتي 80% يعني هاخد منهم 240 ألف في هذا الشهر يفضل معايا 60 ألف دوت اللي هما هيتحصلوا معاك في الشهر التالي طيب دي التسويات بتاعتك او تمهيد الحل بتاعك تعالى نبدأ ندخل ازاي انت هتعمل بيهم جدول المقبضات النقدية جدول المقبضات النقدية للثلاث شهور بتاعتي هو حزامة تفعنا ان انت هتقبض من كل عميل او كل هتحصل في كل الشهر حكتين مبيعاتك النقدية اللي هي كانت 80% من نفس الشهر ومبيعاتك الأجلة اللي هي الجزء الأجل اللي هو بيمس 30% من الشهر التالي يعني كل شهر مترحل الشهر الذي يليه طيب بالنسبة لمبيعاتك النقدية اللي هي في يناير 192 الف فبراير 208 الف مارس 240 الف نيجي متحصلاتي من العملاء الأجلة كانت 40 الف اللي هي الأجلة يناير دي اللي كان يخصها ديسمبر اللي هو الأجل بتاع ديسمبر يعني انا بجيب هنا الأجل دايماً من الشهر الذي اللي هو قبله الشهر التالي معناه الشهر اللي هو قبل الشهر هبنتكلم فيه يعني يناير انا اه 192 الف ده اللي هو النقد بتاعي طب الاجل الاجل مش هيكون بتاعي يناير الاجل هيكون بتاعي الشهر اللي قبليه اللي هو شهر ديسمبر يبقى 140 الف جنيه يبقى انت هنا هتدمع 192 يخص شهر يناير و40 الف اللي هي متحصلات الأجلة اللي تخص شهر ديسمبر بس هتتحصل عندي في شهر يناير يبقى هنا مجموع المتحصلات اللي هتحصل عليها في شهر يناير 232 الف جنيه نيجي لفبراير فبراير بالنسبة لي 208 دول يخص شهر فبراير و48 الف دول يخص شهر مين يناير اللي كانت مبيعات يناير بس اللي احنا اجلناها انها تتحصل في فبراير يبقى زي ما قلتلك ان انت هتكل شهر هتحصل مبلغين المبلغ الاول يخص الشهر اللي هو النقدة والمبلغ الاجل اللي كان يخص الشهر اللي قبليه يبقى متحصلات فبراير 256 الف نيجي لمارس 240 الف يخص شهر مارس اللي كانت مدمثل 80% وبعد كده 52 الف اللي هي المبيعات الاجلة او متحصلات الاجلة 20% اللي كانت تخص شهر فبراير يبقى الى انا هحصله في مارس او هقبضه 292 الف طيب زي ما اتفعنا ان انا كل تمرين انا هدهولك وحلو معيك حد تمرين حل تبدأ تجرب فيه مع نفسك تبعد تبعد للاجابات وابدأ اناقش الاجابات معيك طيب هتبدأ تبعد للاجابات من خلال ايه؟ من خلال قنوات التعليم الفني اللي احنا سايبينها احنا في صفحة للفيس في صفحة انستجرام فيه تليجرام فيه كل العنوين التعليم الفني تقدر توصل لنا عن طريقها واللينكات بتنزل دايما على الصفحة وعلى صفحة التعليم الفني في الفيسبوك التمرين حل ولع وقلم وابدأ اكتب معي التمرين بتاعك بيقولي بلغت نبيعات شركة التوحيد خلال الشهور الاتاي ديسمبر 200 الف جنيه يناير 240 الف جنيه فبراير 260 الف جنيه مارس 300 الف جنيه كان السياسة الشركة تتمثل في تحصيل 80% من قيمة المبيعات المقدلة نقضا في نفس شهر البيع والباقي على الحساب يستحق استداد فيه الشهر التالي المطلوب منك ان انت تتحدد المقبضات التقديرية خلال الشهور الثلاثة نبدأ ناخد تمرين بشكل اوسع شوية التمرين اللي معي دلوقتي طيب انا كشركة بتبيع جزء نقدي وعندي جزء اجل طيب السيولة مهمة جدا جدا بالنسبة للشركات لانها بتقدر واعتمادا على زي السيولة ان هي تبدأ تعيد استثمارها تاني او تبدأ تسدد هي نفسها الدائنين اللي عليها يبقى السيولة هنا الشركات بتحتاج سيولة الشركات بتعمل حاجة عشان تبدأ تحصل فلوسها بدري شوية تعمل ايه في الجزء الاجل الجزء النادي خلاص انا كده كده احصله الجزء الاجل بقى انا ببدأ اشجع العملة بتاعتي بخصم نادي اللي هو اسمه خصم نادي خصم تعجيل الدفع اللي انت درسته معانا من الصف الاول التجاري انا ببدأ اشجع التجار بتاعتي اللي هما العملة ان هما يبدوني الفلوس جزء منهم خلال هذا الشهر انا كده بدل ما حصل جزء نادي بس لأ انا كمان هحصل جزء من الجزء الاجل اللي كان مفروض يتحصل الفترة او الشهر الجاي يبقى طب انا هكسب ايه والعميل يكسب ايه انا بالنسبة لي هكسب جزء يعني مثلا لو انت ليه عندك مئة الف جنيه فانا بقولك ادفع منهم سبعين الف دلوقتي وخلي التلاتين الف بس الشهر الجاي انت كنت هتستفيد ان انت بالنسبة لي كشركة انا هاخد فلوسي الشهر ده مش هاخدها كلها الشهر الجاي يعني بدل ما يكون ليه مئة الف جنيه هيفضلوا عند العميل بتاعي لحد الشهر الجاي لا ده انا هحصل منهم سبعين الف جنيه خلال هذه الفترة طب العميل استفيد ايه وانا استفدت ايه طب انا قريدي اوكي انا استفدت فلوس العميل ليه هيسدد لي بدري العميل هيسدد بدري لان انا هشجعه بحاجة اسمها الخصم يعني هقول له سبعين الف جنيه هيكون عليهم خصم عشرة في المية سبع تلاف جنيه يبقى بدل العميل بتاعك ما هيدفع سبعين الف لا ده هيدفع لي تلاتة وستين الف جنيه يبقى العميل استفاد بالدفع في نفس الشهر البيع الجزء الاجل اللي كان عليه هيستفيد انه هو هيبدأ بدل ما يدفعه سبعين الف هيدفعه تلاتة وستين استفاد بخصم سبع تلاف جنيه طيب سؤال تاني هل الخصم بتعمل على الجزء النادي لا الخصم هيتعمل معاك على الجزء الاجل فقط اللي هو اللي كان هيدفع للشهر القادر طيب تعلي افهم معايا بمثال اكتر عشان فكرة التمين تبقى واضحة معاك بيقولي المثال اتنيني نهاردة معنا في الحلقة بلغت المبيعات المتوقعة لشركة الاشرف خلال عام 2015 الشهور اللي عندي هو عطهال يناير كانت مبيعات 200 الف جنيه فبراير 250 الف مارس 300 الف وكان السياسة الشركة تتمثل فيه بحصل 20% من قيمة المبيعات نقدا في نفس شهر البيع والباقي على الحساب ويستحق الشهر التالي يتوقع ان كل المبيعات الاجلة من المتوقع تحصلها خلال الشهر التالي للبيع بلغت مبيعات شهر ديسمبر 2014 واربعتاشر 120 الف جنيه لاحظ ان انا هنا عطاق شهر ديسمبر احنا اتفعلنا ان انا دايما هديك شهور البيع بتاعتك مع شهر قبلها طيب المطلوب بالنسبالي انا هنا مزودة المطلوب لسبب عشان ديشوف الفرق في المتحصلات لو انا هديها للعملة من غير شرط الخصم والفرق من المتحصلات لما انا هبدأ اجل للعملة الخصم بتاعي وايه هو رصيد العملة هيكون عندي في الحالتين دي طيب المطلوب الاول عندك هو تحديد مبالغ متحصلات النقدية المتوقعة تحصلها في كل شهر المطلوب التاني ايه هو رصيد العملة في 133 2015 المطلوب التالت لو قررت العملة الشركة منح خصم نقدية 5% العملاء الدفع العاجل دفع العاجل مقصود به اللي هو العملة اللي انا بستعجلهم في الدفع وكان من المتوقع تحصيص 70% من قيمة المبيعات الاجلة خلال شهر البيع حدد مقدار النقدية المتوقعة تحصلها في كل شهر الجزئية الاولى هنبدأ نشتغل زي التمرين الفاتحة على طول بشكل عادي جدا ان انا همسك عند المتحصلات او عند الشهور طبعا هنبدأ من شهر ديسمبر يناير فبراير مارس في جزء منهم اللي هو النقدية هيتضرب في 20% والجزء الباقي هيتضرب في المتمم المتمم اللي هو 80% تعال نشوف ادي هنا مبيعات النقدية 20% ودي المتحصلات اللي هي كانت 80% في الشهر التالي المية وعشرين الف اللي تخص ديسمبر هيكون الجزء النقدية منها في نفس الشهر 20% يعني 24 الف جنيه الجزء الاجل هيكون 80% يعني 96 الف جنيه يناير مبيعاتي فيها 200 الف جنيه هحصل على دفع نادي في نفس الشهر 20% يعني متحصلاتي 40 الف جنيه بينما المتحصلات الاجل اللي هحصل عليها في الشهر التالي اللي هو يعتبر في فبراير 160 الف جنيه فبراير 250 الف جنيه مبيعاتي هتبقى 20% الدفع النقدية في نفس الشهر 50 الف جنيه والجزء الاجل اللي هيفضل للشهر الذي يليه هو 200 الف جنيه مارس 300 الف جنيه مبيعاتي هضربها في 20% الديني 60 الف بينما الجزء الاجل هيكون 240 الف جنيه يبقى انا هنا لو انا عملت المتحصلات العادية بتاعتي انا هابل زي ما اتنفقنا حكتين مبيعات نقدية 20% من نفس الشهر مبيعات اجلة 80% الشهر التالي الشهر البيت طيب المبيعات النقدية زي ما اتنفقنا ونرجع تاني التمهيد الحالي بتاعي هنا يناير 40 الف فبراير 50 الف مارس 60 الف منش بنحتاج ديسمبر ابدا في النقدية انا بحتاج ديسمبر في الاجل فقط يبقى 40 50 60 الف جنيه نيجي مبيعات اجلة اللي هي 80% حنا بقى قلنا بناخد الشهر الذي اللواء التالي يعني في ديسمبر بيبقى في يناير يناير بيبقى فبراير فبراير بيبقى في مارس زي كده يعني ما هنبدأش خالص من يناير ال 96 الف هحصلهم في يناير ال 160 هحصلهم في براير ال 200 الف هحصلهم في ماز بحيث ان انا يفضل عند العملاء بتاعتي 240 الف جنيه دول هيتحصلوا في ابريل يبقى 96 الف اجل 40 الف نادي يبقى متحصلات هنا 136 الف انا عايزك تفتكر جدا المتحصلات بتاع الشهر ده عشان لما نيجي نقارنها مع المتحصلات لما ادي خصم 50 الف زايد 160 الف يبقى 210 الف مارس 60 الف زايد 200 الف يبقى 260 الف ده الجزء المتحصلات النقدية بالطريقة العادية اللي احنا متعودين عليها طيب المطلوب رقم 2 انا عايزة اعرف رصيد العملاء في 31 ثلاثة 2015 يعني الجزء الباقي المتبقي على العملاء في شهر مارس الجزء المتبقي ما بيطلعش من الجزء النقدي بيطلع من الجزء اللي هو الاجل وفي الاجل احنا كان فيه 80% بتتبقى للعملاء يبقى همسك 300 الف اليما بيعاتي في 80% تطلع معي 240 الف اللي احنا قلنا مباقينا وقلنا ان هي هتنمي تحصلها في شهر ابريل ده كده الجزء العادي تعالى بقى لما انا ابدأ اعتفق مع العملاء بتاعتي ان هم ياخدوا خصم 5% ونشوف تغير الحسابات بناء على هذا الخصم اللي هيزود لي الشركة بمنفعة ان هي هتحصل اكبر قدر ممكن من الديون بتاعتها اللي برا فتبدأ الشركة يبقى عندها تتوافر سيولة تمام نيجي هنا انا همسك المبيعات الاجلة انا ما بتعملش خالص مع جزء النقدي جزء النقدي ما يخصنيش في الجزئية دي انا همسك المبالغ الاجلة المبالغ الاجلة كان 96 الف المتوقع عليها في ديسمبر يناير كانت جزء الاجل بتاعه 160 الف فبراير كانت جزء الاجل ليه 200 الف مارس كانت جزء الاجل بتاعه 240 الف هنبدأ نعيد تاني من اول وجد تقسيم هذه الاجزاء لان الشركة اشترطت ان انا احصل 70% او تدفع لي 70% دلوقتي يبقى العمر هيدفعوا 70% خلال الشهر ويتبقى عليهم فقط 30% للشهر التالي يبقى انا هنا بدل ما يكون ليه عند العميل بتاعي 96 الف هيدفعهم لف شهر يناير اقول له لا 96 الف هيدفع منهم جزء دلوقتي في ديسمبر وجزء صغير في شهر يناير يبقى الشركة بتاعتي استفادت وايضا العميل استفادت لان العميل هيدفع المبلغ بشكل اقل تعالوا معايا نشوف خطوط الحل عشان تبدأ تفهم اكتر معايا التامن وفق الاساس للشركة كانت 70% بتشترط 70% تحصل خلال الشهر و30% خلال الشهر التالي عشان تقدر تاخد الخصب يبقى 96 الف هندربها في 70% يبقى العميل هيدفع لك 67 الف ومويتين خلال شهر ديسمبر وهيدفع لك خلال الشهر التالي 28 الف ومويتين انا قسمت 96 بتاعتي نيجي اليناير الجزء الاجل 160 الف جنيه هيدفع في 70% يبقى 112 الف يبقى عميل بتاعي هيدفع لي 112 الف خلال يناير طيب وهيدفع لك خلال شهر التالي اللي هو يعتبر فبراير هيتبقى عليه بس 48 يبقى بدل ما خليت كلهم يدفع خلال شهر فبراير لا انا هخلي العميل بتاعي يدفع لي 112 خلال هذا الشهر و48 واربعين خلال الشهر التالي نيجي في فبراير فبراير 200 الف جنيه دي قيمة المبيعات الاجل بتاعتي العميل هنضرب الـ 200 الف في 70% يبقى العميل هيدفع لي خلال هذا الشهر اللي هو فبراير 140 الف طيب وفي الشهر التالي هيتبقى عليه 60 الف بس نيجي في مارس هنمسك الـ 240 الف هنضربها في 70% يبقى عميلي هيدفع لي خلال شهر مارس 168 الف وخلال شهر 72 الف جنيه لاحظ هنا رصيد العميل بتاعك رصيد العملاء كان في شهر مارس بالطريقة العادية كان 240 الف جنيه انا لها عندهم 240 اللي هم هيسددوا في شهر ابريل لكن خلال ان انا عطيت خصف العميل بتاعي انا متبقي لديه رصيد 72 الف جنيه بس شفت فرق الرقم اللي انت هتديه خصف ايه اللي هيحصل ان انا كان لها عند العملة بتاعوتي 240 الف جنيه هيتحصلوا في ابريل لما انا شجعتهم ان هم يرفعوا جزء من المبلغ ومقابل خصف بدأ المتين واربعين الف هاخد منهم 168 الشهر ده ويتبقى على العملة يتبقى على العملة فقط 72 الف انت خفط المجونية للعملة من 240 ل 72 انا استفدت كشركة ان انا حصلت الديون اللي ليه بره واخدتها وبالتالي هبدأ اشغل واستغل هذه المعبودات في استثمار ازياد او سداد بعض المجونات اللي عليها في الخارج ويكون العميل بتاعك استفاد طب تعالي بقى نشوف العميل هيستفيد ايه بالزبط طيب انا هنا هيتغير شغل الجدول بتاعي لان انا جايتها في الشغل هياخد تلك معها اشتركوا في القناة 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 خلال شعر النقدية اشتركوا في القناة المتروعات اشتركوا في القناة شكرا